لم يطغ صوت رحى الحرب الدائرة في اليمن على صوت الأمل الذي أطلقته اليمنية إيمان حميد لتشق طريقها في خضم المآسي التي لا تكاد تنقضي إحداها حتى تتلوها أخرى أشد فتكا غير أن إيمان كانت إرادتها قوية بما يكفي لتحقق النجاح في النهاية رغم المحاولات الفاشلة العديدة التي مرت بها من محافظة تعز ومن بين أتون الحرب والجوع والدمار حاولت إيمان أن تؤسس لها عملا تعتاش منه وأسرتها غير أنها كل مرة كانت تفشل في الوصول إلى غايتها ولكنها بعد إصرار وجهد جهيد تمكنت أخيرا من افتتاح مقهى شعبي تقدم فيه المشروبات الساخنة والحلويات التي تعدها بنفسها للزبائن على قلة المواد الأولية التي تحتاجها بعملها في تعز تقول إيمان أنها افتتحت هذا المشروع بعد صعوبات عديدة واجهتها فكان من مشاريعها التي حاولت فيها إثبات ذاتها افتتاح مطعم شعبي غير أن ارتفاع أسعار المواد وانقطاع الكهرباء والتلاعب بأسعار الدولار في السوق حال دون إكمالها لمشروعها فعادت للعمل في المنزل فتحت هذا المشروع بعد عدة صعوبات مرت فيها كان عندي من أول مشاريع كثيرة كان عندي مشروع مطعم حاولت أني أثبت وجوده ووقف على رقلي في السوق وواقعتني صعوبات كثيرة كان منها غلاء الأسعار والتلاعب بالدولار منها انقطاع الكهرباء كانت تتلف عليها مواد كثيرة ما قدرتش خلاص بعدين انسحبت رجعت تشتغل ثاني مرة من البيت الحارب أثرت كثير علينا المواد اللي حاليا قيبه هنا الكافة يعني غالية وقيبه من خارج تعز ويعني النقل يتعب نحن وتتأخر المواد عشان تقيه هذا يأثر على المكان ويأثر على صمعات المكان كثير لكن إيمان لم تدخر جهدا أو إصرارا بل واصلت محاولاتها العديدة حتى نجحت في مشروع المقهى الذي أصبح مشهورا في محافظتها رغم ارتفاع أسعار المواد التي تشتريها للمقهى وتأخر وسائل النقل العام في نقل المواد التي تحتاجها لعمل المشروبات الساخنة والحلويات التي يطلبها الزبائن إيمان واحدة من آلاف اليمنيات مما يحاولن إيجاد عمل لهن يخرجن فيه أنفسهن من مآسي الحرب وضيق العيش والجوع والفقر إلى فسحة أمل تنتشلهن من براثن المأساة ترجمة نانسي قنقر